كان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قد وافق على إقراض مصر ثلاثة مليارات دولار في ترتيب مدة ستة وأربعون شهرا في إطار تسهيل الصندوق المبدد وبحسب بيان للصندوق فإنه سيقدم لمصر ثلاثمائة وسبعة وأربعين مليون دولار بصورة ثورية لمساعدتها على تلبية احتياجات ميزان المدفوعات وتقديم الدعم للميزانية ومن المتوقع أن يحفز البرنامج تمويلا إضافيا بقيمة 14 مليار دولار من شركاء مصر الدوليين والإقليميين بما في ذلك التمويل الجديد من دول مجلس التعاون الخليدي وشركاء آخرين